حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد استقبل بقصر السيف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى مقام سموه أسماء من قبل حمل الأمانة وتولي المنصب الوزاري مشيرا إلى اعتزازه وتقديره بالثقة الغالية لسمو أمير البلاد وتجديدها مجددا العهد بتحمل المسئولية مؤكدا أنها مسئولية ثقيلة يعتز بحملها سعيا إلى خدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات أهله الأوفياء في ظل توجهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه